اشتركوا في القناة وأن تتكلل جهود المخلصين في خدمة أبناء بلدنا الحبيب أود من خلال هذا المؤتمر أن نؤكد لأبناء شعبنا العزيز على أولويات هذه الحكومة التي تجاوز عمرها شهرين ونفس الوقت نحيطكم علماً بآخر الجراءات والقرارات التي اتخذت بما يتعلق بهذه الأولويات على مستوى الخدمات أعمال الجهد الهندسي الخدمي مستمرة وفي تزايد في أكثر من منطقة سكانية مأهولة للأسف لم تشهد هذه المناطق أي جهد خدمي منذ أعوام وهنا أود أن أثمن دور العاملين في الجهد الخدمي الهندسي بدءاً من هيئة الحشد بآلياتها والعاملين وكذلك الآليات من الوزارات المختلفة وكذلك الفنيين كان ينظر للجهد الهندسي بأنه محاولة إعلامية أو مجرد نشاط محدود لكن اليوم اتحولت هذه الآليات وهذا الجهد الفني والبشري من إمكانيات معطلة إلى طاقة وقدرة على الإنجاز وتقديم الخدمة السريعة بكلف مالية بسيطة جداً قياساً للكشوفات والمبالغ المقاولات والمناقصات اليوم الجهد يقدم خدمات مختلفة خدمات البلدية خدمات المياه الصرب الصحي ومياه الصالحة للشرب وكذلك شبكات الكهرباء في الأحياء المأهولة بالسكان طبعاً الآن يعملون في 21 موقع 17 موقع في بغداد وأربعة في محافظة الديوانية نسب الإنجاز تراوحت من 20 إلى 50% لهذه المشاريع والفريق رفع شعار 2023 عام الخدمات إن شاء الله حتى في عطلة رئيس السنة هم ويعملون مثل ما شاهدتم في زيارتنا التفقدية لهم نحن من البداية رفعنا شعار الخدمات كقرار استراتيجي يعني هو مجرد شعار أو خطاب لقناعتنا أن نجاح الحكومة في وضع هذا الشعار موضع التطبيق جزء من عملية إعادة الثقة بين الشعب والدولة بمؤسساتها الرسمية لذلك هو خيار استراتيجي بالنسبة لهذه الحكومة والعمل متواصل على مختلف الأصعدة والمستويات كل مدرسة اليوم تفتح هي خطوة باتجاه السلم المجتمعي والأهدي وكذلك الحال عنده تبليغ كيلومتر أو تقديم خدمة في مستشفى لائق أو خدمات أخرى يوم أمس افتتاحنا لمستشفى الكاظمية بمبالغ بسيطة أهلنا هذا المستشفى بعد زيارتنا اللي شخصنا فيه مستوى الخلل الكبير مبلغ ما تجاوز ثلاثة مليار دينار بإمكانيات فنية عراقية من الجهد اللي موجود في الوزارة من بعض العاملين في القطاع الخاص يعني مو فتش صعب على الوزارات والمؤسسات الدولة طبعا هذه التجربة سوف تعمم على عشرة مستشفيات تم اختيارها في بغداد والمحافظات بنفس الإمكانيات وبنفس الآلية وبنفس الفريق ورح نتقدم خطوة إلى تأمين أجهزة متخصصة في هذه المستشفيات حتى تكتمل الخدمة القطاع الصحي واضح اهتمام الحكومة فيه وننظر له من خلال مجموعة أنشطة ومشاريع بدءا من تأهيل المستشفيات القائمة ومرورا بتأمين المبالغ والتخصيصات المطلوبة لتأمين الأدوية خصوصا الأمراض المزمنة يعني احنا دخل المستشفيات نسأل المريض يقول 40% تقريبا 50% من المستشفى و50% أنا أشتريها من برة لا احنا نريد 100% تجهز من قبل المستشفى مو ذن بالمواطن أنه يتبنى شراء الأدوية اللي يحتاجها من خارج المستشفى فتخصيصات 2023 في الموازنة كانت هذه الأولوية حاضرة أمامنا في مسألة تأمين العلاج ماذا يعني موازنات في هذه الأرقام المبالغة والمواطن يشتري العلاج من الخارج اليوم لدينا المراكز التخصصية بمختلف الأمراض هذه أيضا سوف تكون لها موازنة خاصة وتحظى بالأولوية أكمال المشاريع المستشفيات وهو جزء من محور الخدمات الذي يتعلق بالمشاريع المتلكية أنطنة الأولوية للمستشفيات ومع أكمال المستشفيات أيضا حاليا في لجان واجتماعات متواصلة مع مجموعات عالمية متخصصة بإدارة المستشفيات من أوروبا ومن مختلف دول المنطقة عرضت علينا التشغيل المشترك نريد أن نتمنى نموذج مستشفى واحد أو اثنين في بغداد أو المحافظات يدار بأنظمة جديدة تختلف عن النظام الصحي ونقدم هذه الخدمة للمواطن الذي يقدم أموال طائلة حتى يذهب إلى دول الجوار ويصرف هذه المبالغ التي تطقي الكاهلة أكيد القانون الضمان الصحي هو خيارنا الستراتيجي لإصلاح النظام الصحي وبدأنا بالعمل ووضعنا التخصيصات المالية في 2023 عام 2023 سوف يكون عام إكمال متطلبات تنفيذ القانون بدءا من إعداد قاعدة البيانات إضافة إلى تأسيس الهيئة والصندوق والإجراءات الإدارية حتى إن شاء الله ندخل 2024 لتنفيذ الضمان الصحي وإذا تذكرون أنا طلبت من الجميع أن نشيع ثقافة الضمان الصحي لأن هذه فيها استقطاعات وتدون قضية الاستقطاعات فيها نوع من الحساسية لازم نأهل الوضع الرأي العام لمسألة الضمان الصحي المشاريع الجديدة عندنا مشاريع بقيمة 10 تريليون على مستوى قانون الأمن الغذائي للمحافظات دخلنا بشكل مباشر على هذه المشاريع وجدنا أنه مشاريع أدرجت من قبل المحافظة لا تتلاءم مع توجهاتنا رؤية الحكومة رؤية الحكومة التي أعلنت في أكثر من مناسبة أننا باتجاه تنفيذ مشاريع البنى التحتية نطيها أولوية وإلا ماذا يعني أن نأتي بمشروع تبليد في منطقة تفتقر إلى مشاريع المجاري هذا هدر بالمال العام بصراحة نعم قد يتأذى المواطن من تأخير خدمة حتى يوصل لشارع معبط لكن الأساس البنى التحتية فاضطرنا نعيد مشاريع هذه المحافظات وفق رؤية الحكومة واتكلمنا بصراحة مع نواب المحافظات ومع المحافظين هذه الرؤية يجب أن تطبق من خلال هذه التخصيصات المالية اليوم أنا حصلت هذه التخصيصات بكرة جزء ما حصلها أريد أن أصرفها بالمكان الصحيح متابعتنا مستمرة على مستوى وزارة التخطيط هناك فريق لتابع المشاريع المتلكة وفريق في مكتب رئيس الوزراء ملف الكهرباء في الجلسة السابقة طلب السيد وزير الكهرباء أمام المجلس مجموعة الصلاحيات تتعلق صلاحيات مالية وإدارية ووافقنا بقرار خولنا هذه الصلاحيات وتعهد أمام المجلس بأن صيف الـ 23 سوف يكون مختلف عن الموسم السابق ولدي خطة ورؤية رأى التخصيصات ضمننا للتخصيصات المالية رأى الصلاحيات ووفرنا للصلاحيات دخلنا بتفاصيل فعلا متوجه نحو مشاريع مهمة على سبيل المثال جزء من هذه الصلاحيات سوف يستثمرها لإبرام عقود لمشاريع الدورة المركبة وهذه المشاريع من المؤمل أن نضيفنا بحدود 3500 ميجاواط خلال سنتين هذه المشاريع لن تكلف الخزينة دولار واحد من الوقود لأنه من الناحية الفنية هذه المشاريع المركبة ما تحتاج الوقود وإنما هي مكملة لمشاريع الدورة البسيطة القائمة التي تغذى على الوقود ليش تعطلت هذه الفترة؟ هذا جزء من الفساد وسوء الإدارة كان يفترض أن نذهب إلى الدورة مشاريع الدورة المركبة منذ زمان لكن للأسف الفساد وسوء الإدارة والتخطيط حال دون ذلك في ملف الفقر توجهنا بجملة إجراءات بدأنا منذ اليوم الأول في تحسين مفردات البطاقة التموينية ابتداء من هذا الشهر سوف تستلم العوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية سلة غذائية تختلف عن السلة الغذائية لباقي المواطنين وهذا هو جزء من أصلاح نظام البطاقة التموينية توجيه هذه المفردات إلى هذه الفئة وهذه الشريحة التي هي دون خط الفقر حسب إحصائيات وزارة التخطيط اليوم عندنا مليون وستمائة وواحد وسبعين ألف أسرة بمعدل أدد أفراد بحدود خمسة مليون مواطن يتقاضون لعانة النقدية شهريا هؤلاء سوف يستلمون هذه الحصة اللي ذكرناها إضافة مفردات وأيضا زيادة كمية للمواد الغذائية طبعا هذه كانت كلها إجراءات لضمان توفر المواد الغذائية إذا تتذكرون حتى قرارنا السابق في رفع الحجب عن الموظفين برواتبهم اللي أكثر من مليون ونص في سبيل السيطرة على أسعار المواد الغذائية وتوفيرها لأنه فعلا حتى اللي عنده راتب مليون مليون ونص ضمن الفئات المتوسطة اللي تحتاج أيضا رعاية في مسألة هذا الجانب طبعا هناك أيضا إجراءات تتعلق بالحماية الاجتماعية حاليا هي قيد النقاش في مشروع موازنة 2023 المتفق عليه أنه سوف يكون هناك توسع بالشمول نحو المستحقين أحنا عندنا طلبات بحدود وردت إلى الوزارة وهيئة الحماية الاجتماعية واليوم كان عند الاجتماع مع رئيس الهيئة والمدراء طلبات أكثر من 2 مليون و700 ألف تم حجب بعد إجراء التدقيق المتقاطع مع مؤسسات الدولة حجب حدود 900 ألف اللي عندهم رواتب أو عقود أو مصدر ثابت فعندنا بحدود المليون و800 يوم 15 واحد تبدأ أوسع وأكبر عملية بحث اجتماعي لطلبات الشمول ضمن شبكة الحماية الاجتماعية سوف يقوم فريق الباحثين الاجتماعيين بحدود 2000 باحث يضاف لهم 800 باحث تم تعينهم من خلال الشهادات العليا والخريجين الأوائل أخذنا التخصصات المعنية بالباحث الاجتماعي وديناها إلى الوزارة حتى نعزز قدرة الباحثين للإسراء في حسم هذه الملفات هذا البحث أكيد سوف ينتج توسع في المشمولين وراح يتمتعون بالامتيازات النقدية أو دعم البطاقة التموينية وكذلك البرامج اللي خلي نتفق عليه حتى نعلن عند الاتفاق على مشروع قانون الموازنة شنو القصد من التوجه نحن نريد نحمي الطبقات الفقيرة يعني حتى نخفف الأضرار التي تتواجد هذه الأضرار اللي تواجدت واللي تعرضت إلها الطبقة الفقيرة منذ تغيير سعر الصرف وتقلبات الأسعار وارتفاحها والوضع الاقتصادي والمتغيرات وقع حيكون أكثر على هذه الفئات التي ليس لديها دخل معيشي ثابت لذلك إجراءات الحكومة قرارات مجلس الوزراء هو كيف نحمي هذه الطبقة نحن نتكلم عن خمسة مليون ونتكلم عن مو أقل من مليون طلب يعني أيضا خمسة مليون فأمامنا عشرة مليون مواطن تحت خط الفقر واجب الحكومة كيف تأمن رعاية هذا العدد من المواطنين في هذه الفئة الكريمة من خلال المنافع الاجتماعية لوزارة النفط سوف تقوم الوزارة بأعمال تأهيل شامل لدور المشردين ودور الأيتام والمسنين دور الإوائية في محافظة بغداد اللي هي كلها أغلبها دور قديمة وتفتقر إلى أبسط القدمات هذه المشاريع قررت ومن المؤمل أن يكون هناك مباشرة قريبا إن شاء الله في ملف توفير فرص العمل والبطالة كلكم تابحتوا قرارات مجلس الوزراء في حسم العقود والإجور وتحويل للتثبيت أو تحويل إلى قرار 315 هذه كلها ملفات موروثة يعني مو قضية موافقات مجرد نريد نوسع قاعدة الموظفين وإنما نتكلم على سبيل المثال المحاضرين 8 سنوات 6 سنوات 4 سنوات اشتغلوا وعملوا تطوعا وتحملوا ظروف المعيشية شتى الظروف اليوم حقهم على الدولة وفق القوانين اللي موجودة وفق التخصيصات أنه ينالون التثبيت وهذا الإجراء اللي اتخذه مجلس الوزراء واتخذ هذا القرار مع كثير من الحالات المماثلة هذا جزء من توفير فرص العمل لكن بصراحة ما نقدر نستمر فيه لأنه اليوم نتكلم عن موازنة ارتفعت فقرة الرواتب من 41 تريليون إلى 61-62 تريليون هذه كلها التزامات وقرارات اتخذتها الحكومات السابقة واليوم نحن معنيين بحسمها وتبويبها بالشكل الذي يضمن مصالح الجميع فمسألة التوسع بالعقود بالجور بالتعينات هذه حاليا في الوقت الحاضر ما نقدر ويحتاج لنا معالجات أخرى تتعلق بالقطاع الخاص اللي راح نتكلم عنها بعد قليل أكيد الاستثمار الأفضل هو في احتضان القيادات الشابة وتأمين احتياجاتهم ووضعهم في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل ومن المؤمل أن يتم إطلاق برنامج في هذا الصدد نعمل عليه منذ أكثر من شهر من خلال مجموعة من المختصين يجمع بين التدريب والتأهيل والإقراض وحاضنات العمال اللي تحتضن هذا المشروع بحيث تأهله إلى أن يكون مشروع ناجح ويوفر فرصة عمل هذا هو الخيار البديل وأيضا هناك لجنة مختصة تدرس فضية المشاريع الزراعية الجديدة للمتفرغين بدعم وبقروض للمتفرغ الزراعي سواء كان من المهندسين الزراعيين أو الخريجي الكليات الطب البيطري أو المعاهد أو الإعداديات في مجال إصلاح الاقتصاد اللي هو اليوم استحقاق واضح في ظل هذا الأجواء التجارية والمشوهة والمشاكل الاقتصادية الموروثة تحتاج إلى قرار ونحن قد اتخذنا هذا القرار لا بد من الإصلاح الاقتصادي وتفعيل ملفات الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة ولدينا خطوات عملية في هذا الجانب أمام تقلبات سعر صرف الدولار الكل كان يشعر بالقلق من تأثير هذه الأسعار على مجمل الأوضاع المعيشية نعم كنا حريصين على أن نحافظ على الفئات الفقيرة محدودية الدخل الفئات المتوسطة بعدم إلحاق الضرر فيها من ارتفاع الأسعار هذا كان هاجس الحكومة وعملها ومتابعتها لكن بنفس الوقت نحن نجد أن هذا الأمر هو فرصة مهمة للإصلاح الاقتصادي لإصلاح اقتصادنا الوطني وإيقاف هذه التجارة المشوهة وتهريب العملة وغسيل الأموال الذي يحصل منذ سنوات من خلال نافذة بيع العملة والكل كان يتحدث على هذا الموضوع هذه الفرصة سوف تستثمر بجملة من الإجراءات والقرارات سواء كان على صعيد إصلاح القطاع المصرفي ودور البنك المركزي وصلاحياته وفق القانون وأيضا من خلال الإجراءات الحكومية المستمرة قراراتنا مستمرة كان يفترض اليوم نتخذ قرار مهم في المحافظة أو تفعيل الإرادات القمرقية في المنافذ لكن كان هناك حاجة إلى مزيد من النقاش من المؤمل أن يعرض في مجلس الاجتماع مع مجلس الوزراء القادم إن شاء الله طبعا عندنا أيضا ضمن الإصلاحات نظام الدفع الإلكتروني سواء كان ما يتعلق بتوطين رواتب هناك مراجعة لعقود الشركات مع المصارف رد نطمئن أنه ما يكون التأثير الواضح على المواطن في دفع الاستقطاعات وبنفس الوقت رد نشمل جميع الممارسات التجارية الدفع الأموال الصرف الجور الجباية كلها تم من خلال بطاقة الدفع الإلكتروني هذا يسهل أيضا جزء من الإصلاح ويسهل من عملية توفر النقد الدينار ضمن الأولويات مكافحة الفساد التي تبنيناه كواحدة من أهم الأولويات وبالتحديد استرداد الأموال المسروقة نتيجة أعمال الفساد هذا العمل مستمر بتعاون واضح بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ويمكن ملف الضمانات الضريبية هو يمثل أولوية بالنسبة للحكومة والقضاء في استرداد هذه الأموال ونتابع مع المحكمة المختصة والقاضي المختص إجراءاته في متابعته في استرداد الأموال من المتهم الأول في قضية سرقة الأموال الضريبية ونحترم قراره لكن اللي يهمناه هو استرداد الأموال طبعاً المتهمين الآخرين اللي صدت عليهم أوامر قبل وهناك متابعة مستمرة من الأجهزة الأمنية في داخل العراق وفي خارجه طرينا نروح للأنتربول وعممنا هذه الأوامر وهناك وفوت ولجان تتابع مع هذه الدول في مسألة استرداد هؤلاء المطلوبين رغبتنا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة قوية وعلاقاتنا واضحة بهذا الاتجاه لكن الشقيق والصديق يجب أن لا يساند أو يؤوي أي من الفاسدين أو يعرق العملية استعادة الأموال المسلوقة من الشعب العراقي هذا معيار مهم وأحد أهم الثوابت في علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة طبعا ملف كشف الذمة المالية أيضا هو جزء من استرداد الأموال وهيئة النزاهة بدأت بهذا الملف بإجراءات عملية وجوز اليوم عدت مؤتمر لاسترداد مبلغ في هذا الإطار كذلك في مجال مكافحة الفساد ملف تهريب النفط قطعنا شوط مهم من خلال الأجهزة الأمنية وبالتحديد جهاز الأمن الوطني تم الحد بشكل واضح من التهريب النفط وتفكيك شبكات مهمة في محافظات ديالة والبصرة وكركوك وانخفضت هذه العمليات بشكل واضح عدد الموقفين تجاوز 49 موقوف جزء الأكبر منهم للأسف الأجهزة الأمنية والعمل مستمر وسوف يطال كل الشبكات أي أن كان الغطاء اللي لديها لهذه الجهات سواء كان بعض الجهات الأمنية أو السياسية كذلك في هذا المحور محور مكافحة الفساد هناك إجراءات إدارية سوف نعلن عنها قريبا تستند إلى إجراءات قضائية بحق كبار المسؤولين سبقوا أن أعلننا عن ملف توزيع القطاع الأراضي السكنية إذا أنتم تنسوه هنا ما ننساه فاليوم نعلن عن المصادقة على محضر اللجنة التحقيقية هذا اللجنة التحقيقية بشأن المخالفات المتعلقة بمنح قطاع أراضي لمواقع متميزة لأشخاص غير مشمولين حسب قرارات مجلس الوزراء 53-168-90 لسنة 2014 هذه القرارات أعطيت في حينها مطينة صلاحية لتخويل قائد العام القوات المسلحة منح المشمولين أدنى ممن يبدي بطولة فائقة في ساحات الميدان خلال العمليات العسكرية اللي هم الضباط نواب الضباط المراتب في الجيش الضباط والمفوضين ومن سوي قوى الأمن الداخلي المدنيين المقاتلين في ساحات الميدان جنبا إلى جنبا الجيش وقوى الأمن الداخلي هذه الفئات انطينة صلاحية في 2014 للقادي العام القوات المسلحة أنه انطي تكريم قطعة أرض سكنية للأسف من خلال مجريات التحقيق تبين إساءة تطبيق هذا القرار بمنح قطع أراضي لأشخاص لا تنطبق عليهم الضوابط من أصحاب الدرجات الخاصة وأقاربهم وأشخاص استغلوا النفوذ الوظيفي لتحقيق منفع لهم ولغيرهم خلافا لأحكام الدستور والقوانين النافذة التي أوجبت حماية الأموال العامة وحرمت التعدي عليها بلغت عدد قطع الأراضي التي تم توزيعها على الأشخاص غير المشمولين بالقرارات المذكورة 479 قطعة أرض التوصيات حالة المخالفين إلى المحكمة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمخالفتهم الضوابط المحددة لقرارات مجلس الوزراء 53-168-90 لسنة 2014 إلغاء قرارات التخصيص لقطع الأراضي للأشخاص غير المشمولين والمخالفة لقرارات مجلس الوزراء آنفا وثلاثة إعادة قطع الأراضي التي خصصت خلافا لقرارات مجلس الوزراء إلى الدولة لمال الأموال العامة من حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن وأيضا التوصي الرابع قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراء أعمال الرقابة والتطقيق على تخصيص قطع الأراضي كافة التي خصصت بموجب قرارات مجلس الوزراء آنفا في المحافظات كافة في المشاريع الكبرى هناك ورش من الوزارات من المستشارين يعدون العدة لإعلان عن إطلاق مشاريع ستراتيجية هذه اللي نعول عليها حتى نفتح المجال للقطاع الخاص يولدنا فرص أمل نستوعد العاطلين بعدنا في قيد الدراسة أما تعلن في مؤتمر اقتصادي كبير في داخل العراق أو تعلن تباعا على شكل الدفعات طبعا مشاريع في سواء كان المشروع الكبير مشروع ميناء الفاو والقناة الجافة والمصافي والمصانع الأسمدة وكذلك تأهيل وتطوير مطار بغداد الدولي وأيضا هناك مشروع تحلية المياه في البصرة وكذلك مشاريع الغاز والطاقة أخوة العزاء بعد ثلاثة أيام إن شاء الله ستنطلق فعاليات بطولة خليجي 25 هذه مناسبة عراقية خليجية مهمة رغم الوقت القصير لحكومتنا لكننا بدلنا جهود كبيرة واتخذنا قرارات مهمة من أجل ضمان انطلاق هذه البطولة وتأمين كل متطلبات إنجاح ووجهنا كل الوزارات باتخاذ الإجراءات الكفيلة لدعم البطولة والجهود التي تبدل من قبل اللجان المختصة والمحافظة محافظة البصرة وهناك مخول من كل وزارة موجود في المحافظة مخول بصلاحيات الوزير لتقديم الدعم والإسناد في كل قطاع يمثل وزارة هذه تبقى القضية الأخرى التي تساهم في نجاح هذه البطولة وأبناء شعبنا جماهيرنا الرياضية يعني هذه دعوة من الحكومة أن نستثمر هذه المناسبة هذه التظاهرة الرياضية لبيان حقيقة أخلاقيات شعبنا التي هي أخلاقيات محترمة وروح رياضية وصفات الضيافة والكرم التي هي ديداً كل العراقيين اليوم مطلوب أن نظهرها أمام أشقائنا من ضيوف من جماهير تأتي للبصرة بعد غياب أكثر من أربعين عام للعراق في هذه البطولة التي لها ربزية في نفوس كل العراقيين سواء كان الرياضيين وغير الرياضيين التعاون جماهيرنا واحد من الأسس المهمة لإنجاح البطولة وكننا أمل أنه جماهيرنا تتعاون مع أخوانهم أبنائهم المنتسبين الأجهزة الأمنية المدنية في إنجاح هذه البطولة وإظهار البصرة الفيحاء بالمظهر اللائق لهذه البطولة ختاما فيما يتعلق بالموازنة لم نتسرع بإرسالها إلى المجلس النواب واستفدنا من العطلة التشريعية للمجلس الموقر لإجراء مراجعات عديدة لنمط تبويب الموازنة وكذلك ضغط الدفقات غير الضرورية والأهم من ذلك وهذا اللي أول مرة سيحصل هو ربط البرنامج الحكومي بالموازنة دائما الكل يشكل على أنه المنهاج والبرامج الوزارية اللي تقدمها الحكومات ما إلها أثر ماكو ربط مع الموازنة أنت شلونا تتحقق أهدافك غير الموازنة فهذا التأخير هو من أجل هذا الغرض المهم حتى نخرج بموازنة حقيقية تنفذ الأولويات اللي ذكرناها والتي تتعلق بالخدمة وفرص العمل وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد شكرا تزينا لإصغاءكم إذا أكو تساؤلات مرغازي مراسل قناة روداو يعني بعد قرار البرلمان العراقي بموافق الاعتبار حلبشة كمحافظة رقم 19 في العراق متى ستوقعون هذا القرار وتتعاملون مع حلبشة كمحافظة عراقية شكرا هو قرار وأيضا قرارات من مجلس الوزراء وأعتقد فيه أيضا ذكر في أحد القوانين بالتأكيد الحكومة جادة في تنفيذ هذا القرار حلبشة مدينة عزيزة وخالدة في ضمير الإنسانية وضمير العراقيين وتستحق بنا الرعاية والاهتبام كونها عنوان للتضحية والصمود بوجه النظام الاندكتاتوري وشاهد على أفشع جريمة تجاوزة كل الأعراف والسياقات واجب أخلاقي ووطني على الحكومة والدولة بكل مؤسساتها الاتحادية وفي إقليم كردستان أن ننفذ هذا القرار نضمن كل متطلوات نجاح المحافظة فهذا التزام على الحكومة إن شاء الله نسعى لتنفيذه خلال هذا الفترة مساء الخير رويد أحمد من وكالة الغد برس قبل يومين أثير حديث حول مشروع داري وصفوا بعض السياسيون بأنها مبادرة فيسبوكية ضمن جهود مكافعة الفساد هل ستدقيقون بما جاء من معلومات بخصوص داري وماذا عن الخمسمائة ألف قطعة أرض التي وعدتم بتوزيعها في ضمن منهجكم الوزاري نعم بشكل عام مسألة القضاء على أزمة السكن تحتاج عدة مسارات مسار توزيع قطع الأراضي السكنية في مناطق مخدومة يعني مو أجل المواطن وأقول لروح للنهروان وهك قطعة أرض يكون أوفر للخدمات في هذه المنطقة حتى يتمكن يستثمر القرض في صندوق الإسكان أو من المصارف ويروح يبني له وحدة سكنية هذا مسار لهذا ذكرنا أنه راح نهيئ خمسمائة ألف قطعة أرض سكنية المسار الثاني بناء مدن سكنية وأيضا سيعلن من ضمن المشاريع استراتيجية اللي ذكرتها قبل قليل الجزفاتنا أنه هذكرها لجان واجتماعات متواصلة مع الأخ وزير الإسكان في خصوص المدن السكنية هذا المسار الثاني المسار الثالث في الاستثمار وتشجيع المستثمرين على بناء المجمعات السكنية بهذه المسارات الثلاث نستطيع أن نخفف من أزمة السكن في ظل زيادة نسبة النمو المشاريع السابقة وما عليها من ملاحظات قطعا ستخضع للتدقيق والمراجعة خصوصا أنها بطريقة أو بخرى ساهمت في إشكالية يعني هناك الآلاف مئات الآلاف من المواطنين اللي يقدمون وينتظرون وإحنا اليوم حكومة واجبنا أن نستمر بأداء واجباتنا نريد نرمي الكرة في ملعب الآخر فقط صحيحة مشكلة لكن علينا نقدم حلوم سيخضع هذا المشروع للتدقيق ونحن ملتزمون بتعهدنا بتوفير خمسمائة ألف قطعة أرض السكنية السلام عليكم سيادة الرئيس سجاد الموسى ومن العراقية الإخبارية ربما سبقتنا بالحديث عن الموازنة يبدو أن الحكومة تتحسس وتلامس حاجات الناس لا ضير في التأكيد على السؤال هل هناك وقت محدد لإرسال الموازنة عندما يبدأ الفصل التشريع للبرلمان وهل هناك سقف إجمالي لمبلغ تمويل الموازنة شكرا جزيلا شكرا لكم بالتأكيد الموازنة تحتاج مزيد من الدقة تتعرف لغاية اليوم من ضمن القرارات تثبيت العقود والأجور بعد كمال التدقيق بين وزارة المالية والجهات المتعددة حتى تكمل التدقيق حتى تثبت أو تخرج برقم يمثل الالتزام المالي المطلوب بضعف في قانون الموازنة اثنيا أنا مثل ما ذكرت أريد أن نحقق موائمة بين البرنامج الحكومي والموازنة واستحقاقاتها وهذه أخذت مننا وقت أيضا حل كل الإشكالات العالقة التي كانت تميز مشاريع القوانين الموازنات السابقة وخصوصا متعلقات بين بغداد وأربيل وهناك كفوت تفاوضية مستمرة وتعمل بشكل جيد حتى نحسم هذه الإشكاليات والروح لموازنة منطقية مقبولة مرضي عنها من جميع الأوساط السياسية والشعبية إن شاء الله السلام عليكم راد المعموري قناة تيارتي عربي دولة الرئيس أطلقتم منذ اليوم الأول للحكومة حملة واسعة لمكافحة الفساد وأخرى أيضا للخدمات هل بالنية تبدي ملف النازحين خصوصا شاهدنا هناك صور لعراقيين صور مؤلمة في مخيمات النزوح في ظل الظروف الملاخية القاسية طبعا ضمن التعهدات والالتزام أن ننهي ملف النازحين بصراحة وهذا التزام بالمنهاج الوزاري وتوجيهنا واضح للوزارة والجهات الرسمية الأخرى في إكمال كل متطلبات العودة بدءا من تهيئة الأماكن السكن للنازحين من ناحية الخدماتية والأمنية وحل الإشكالات لحين الوصول إلى هذا الاستحقاق أكيد الوزارة أو الحكومة معنية بتوفير متطلبات المعيشة في ظل الظروف الجوية الملاخية مثل ما ذكرت اليوم وافقنا لوزارة الهجرة وطيناهم تخويل بالتعاقد لتأمين احتياجات النازحين مكافحة الفساد التي أريد أن أشيرها حكومتنا تعمل وفق إجراءات مهنية قانونية يعني من اتخذ أي إجراء إلا بعد أن يدرس وفق لجان والتحقيق إداري ويثبت الإدانة ليس قرارات ارتجالية وقرارات متسرعة أبدا لأنه عملية مكافحة الفساد حتى تكون حقيقية ولا تطعن بظلها للوسط السياسي الموبوء بعدم الثقة يجب أن تركن إلى القانون وإلى القضاء وإلى التحقيقات وغالبا ما تكون تحقيقات متعلقة بالفساد الإداري والمالي تحتاج وقت تحتاج مستندات ووثائق حتى تكون جاهزة أمام صاحب القرار الذي هو القضاء فأحب أن أؤكد أن الهيئات الرقابية وبالتحديد الهيئة العلياة التي شكلت والفريق الأمني الساند مستمر بتدقيق وتحقيق في ملفات كثيرة لكن تحتاج قسم من عدها توصلنا إلى إدانة لذلك ذكرت قبل قليل أن هناك إجراءات إدارية سوف تطال بعض المسؤولين في الدولة بعدما ثبت تقصيرهم سوف نتخذ الإجراء الإدارية ومن ثم نحيلهم للمحاكم السلام عليكم حيدا الشيخ مراسل وكالة الشفق نيوز تحدثت بخصوص ملف استرداد الأممار المهربة أين وصل هذا الملف؟ وهل هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي البلق الفدرالي الأمريكي والنادي الفرنسي وأيضا مع الانتربول لاسترداد هذه الأممار خصوصا لصفقة القرن وشكرا شكرا جزيلا هذا جانب جدا مهم استرداد الأممال يحتاج لمتابعة يحتاج لعلاقات وتواصل العراق عضو في كثير من الاتفاقيات الدولية بهذا الشيء اليوم كان معروض علينا تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لجمهورية العراق وهذا التقرير عرضه سيد رئيس مجلس المعني وتم مناقشته جزء من عده معني باسترداد أموال الفساد صادق مجلس الوزراء على القرار وهناك فيه التزامات على الدول الأعضاء الدول الأعضاء في الاتفاقيات العراق جاد في تفعيل هذه الاتفاقيات من حيث التزام المؤسسات الدولية والدول المنضوية في هذه الاتفاقيات التزامها بتسليمنا للمطلوبين وللأموال المسروقة نعتقد هو هذا السياق القانوني الصحيح الذي يعيد ثقة أبناء الشعب في مسألة مكافحة الفساد بقرار من الدولة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم